ازايكم يا اصحابي؟ يارب تكونوا بخير قبل ما ابدأ حدودة النهاردة اللي ما شافش الحدودة اللي فاتت هسيب لكم لينك تحت في صندوق الوصف وان شاء الله الحدودة دي تعجبكم جدا النهاردة هحكي لكم حدودة القنفز واضطقائه عايزاكم تعملوا لايك وشير للفيديو واتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل حدودة جديدة كان يا مكان في قديم الزمان ولا يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام النهاردة هحكي لكم حدودة القنفز واصدقائه قصتنا النهاردة بتبدأ مع صديقنا القنفز وهو من حيوانات الغابة اللي حجمها صغير جدا لكن مشهور جدا القنفز ده كان شكله جميل ومرتب وكان عايش مع بقية الحيوانات اللي في الغابة زي الأسد والفيل والقطة والتعلب والأرنب لكن ما كانش سعيد بحياته دي أبدا على الرغم من ان كل الغابة كانت عايشة في سلام وكانت كل الحيوانات بتحب بعضها تفتكره هو كان حزين ليه؟ كل حيوانات الغابة كانت بتخاف تلعب مع القنفز الصغير ده وده بسبب انه مش بيعرف يسيطر على نفسه وقت اللعبة معاهم وبيخرج من ظهره شوك بيقزيهم ويبوز الألعاب بتاعته وفي بداية اليوم الكنفز وهو ماشي قابل صاحبه في المدرسة اللي هو الأرنب وشاف الأرنب وكان ماسك كورة وبيتنطط وبيلعب بالكورة فطلب انهم يلعبوا مع بعض ورد عليه الأرنب وقال له معلش يا صديقي مش هقدر ألعب معاك الشوك بتاعك بيعورني ده غير انك قبل كده بوصل الكورة القديمة بتاعتي سمع الكنفز الكلام ده وزال قوي وقرر يكمل جولته في الغابة ويشوب بقية الحيوانات ويهرد عليهم ان يلعب معاه ومشي الكنفز في الغابة وقابل صاحبه الفيل وصاحبه الفيل ده كان بيعوم في البحيرة وكان جوه عوامة على شكل الفيل برضو وكان شكلها حلو قوي فحب انه ينزل ويشارك معاه في السباحة واللعب وبمجرد ما نزل وقرب من العوامة فارقعت العوامة بسبب الشوك بتاعه وخرج منه شوك تاني تسبب في انه عور الفيل وبعد ما الفيل اتعور والدايق قوي قوي وخرج من النهر وقال وهو متعصب انت ستبب في كل اللي حصل ده وبعد اذنك ما تلعبش معاه تاني وما تقربش من حاجتي عورتني وبواصل العوامة ومشي وساب الكنفز وطبعا الكنفز من كتر الزعل في نفس الوقت حس انه مالوش زنب سكت ومقدرش يرد وفضل ماشي في طريق وهو بيعيط جامد لحد ما حس ان في حد جاي وراء وقرر يمسح دموعه بسرعة قبل ما الشخص ده يشوفه ولما لف لقى ان دي القطة وكانت القطة ربطة كبيرة على رجليها اللي تعورت بسبب الكنفز الاسبوع اللي فات وقف عندها وقال لها بحزن وقسى شديد اخبارك اي دلوقتي انا اسف على حصل ردت القطة وهي بتبعد مش مشكلة خليك بعيد بس عشان ما تعورنيش تاني ومشيت وثبته قرر الكنفز بعد كده انه ينهي اليوم ده وكفاية قوي لحد كده ويرجع البيت لمامته تاني ورجع حزين وكئيب ولحظة والدته انه حزين وقالت له مالك زعلان ليه رده قال لها مفيش حاجة وبعد شوية بدأ يعيد جامد قوي مامته رحت له عشان تهدي وتشوف ايه اللي حصل معاه ولما حكى لها كل اللي حصل له سألها هو ليه ربنا خلقنا كده بنقذي مخلوقات تانية يا ماما ردت مامته وحاولت انها توضح له حكمة ربنا في خلق جميع المخلوقات وقالت له انت عارف اي مخلوق في الدنيا ربنا خلقه بيكون حواليه خطر ولازم ربنا يحط لكل مخلوق من المخلوقات دي طريقة يدافع بيها عن نفسه ويبعد الخطر عنه احنا عشان حجمنا صغير ممكن مخلوقات تانية تأزينا ربنا خلقنا بالشوك عشان نعرف ندافع عن نفسنا وكملت مامته كلامها وقالت له انه المفروض يتعلم انه يتحكم في نفسه ويعرف ازاي ما يقزيش الناس اللي حواليه وفي مرة من المرات جي صيادين كتير للغابة وقرروا ان هم يصطادوا شوية حيوانات وكان من ضمنهم الارنب صاحب الكنفس وقع في ايد الصياد والكنفس كان معدي بالصدفة واول ما شافه هاجم الصياد وعوروا بالشوك بتاعه وخلاه يبعد ويسيب الارنب يهرب ومن هنا عرف الجميع قيمة الكنفس ومساعدة والدته ادر الكنفس انه يتحكم في نفسه ويلعب من غير ما يبوز الالعاب او يقزي الاشخاص ورجع لكن في السعيد وسط اصحابه واصدقائه وبعد ما خلصنا الحدوتة بسمع تعليقاتكم ورأيكم في القصة وتقولوني ايه الدروس المستفادة وان شاء الله نتقابل في حدوتة جديدة يا حلوين باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة